وللوقوف أكثر على التظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن الإيرانية على خلفية أسمة المياه وتحويل النظام في طهران بعض الأنهار وحرمان السكان الأصليين منها ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي مرحبا بك معنا سيد يوسف تحياتي لكم ولمشاهدكم الكرام أهلا بكم بعد مناطق الأحواز العربية تشهد مناطق ذات أغلبية كردية هذه المرة تظاهرات رفضا لتحويل نهر عن أراضيها أولا بماذا تفسر سياسة طهران في تحويل مياه الأنهار عن الأقليات نعم في الواقع هناك مخطط طويل الأمد يعني اشتغل عليه المركز الفارسي في طهران منذ عقود لحرف مياه الأنهر التي في الواقع تجي من جبال زاغروس ويعني تمضي وتسير في منطقة البختيارية القومية البختيارية يعني لازم تصححوا أنه اللي في الواقع الآن يتظاهرون هم البختيارية اللور وليس الكرد فهذه الأنهر يعني في الواقع تجي وتسير من منطقة البختيارية إلى منطقة عربستان فالأنظمة المتتالية النظام الفهلوي السابق وخاصة النظام الجمهورية الإسلامية وبسبب سلطة العنصر الفارسي وخاصة من المدن الوسطى في إيران يعني خططوا لبناء سدود عدة سدود بنوها على نهر كارون والكرخة والجراحي والأنهر الأخرى في عربستان فهذه السدود في الواقع ليس لتنقل مياه هذه الأنهر إلى أصفهان وإلى يازد وإلى كرمان المدن الفارسية على حافة الصحراء هي منطقة صحراوية وسط إيران فالمياه التي نقلوها إلى هذه المدن الفارسية في مركز إيران في الواقع أخذوها لصناعات تغيلة كصناعة الحديد والصرب وما شابه ذلك فهناك في الواقع نزاع على غضية المياه تختلف من منطقة لأخرى اللور البختياريين والعرب يعني هم المغمونين الرئيسيين في هذه المعمعة فالمظاهرات في أصفهان في الواقع بين الأصفهانيين أنفسهم المظاهرات التي يقوم بها الأصفهانيين هم في الواقع المزارعين الأصفهانيين ويحتجون على نغل المياه المسروغة أساسا من قارون يتصارعون عليها مع مدن أخرى مثل يزد ومثل كرمان وكل هذه المدن خذت حصتها لما كان الرؤساء السابغين ينتمون إليها كيف تتعامل طهران مع تلك المظاهرات سواء في أصفهان أو في غيرها تتعامل بإزدواجية تتعامل بعنصرية يعني أنظر إلى مظاهرات سواء في مظاهرات سواء التليزيون الحكومي والرسمي يبث اعتصام المعتصمين والمتظاهرين في نهر زين درود الجاف وهم بالآلاف بالضبط يبثوها بشكل مباشر وتطبخ التجار يطبخون ويزعون الغذاء والماء بين المتظاهرين فيما لم يتم ذلك للمحتجين في شاركورت في المنطقة البختيارية اللي صار لها يومين يتظاهرون أيضا على سرقة المياه بل في عام في العام لا عفوا في تموز الماضي لما تظاهر أهالي الحويجة والخفاجية والأهواز والمحمرة وعبادان في عربستان احتجاجا على الجفاف وغطع المياه وبناء السدود وجفاف الأنهر والهور العظيم فواجهوهم بالرصاص والنار غتل تسعة عرب مواطنين عرب في انتفاضة تموز الماضي والكثير من الجرحى والألوف من المعتغلين الذين تم بعض إطلاق صراحهم بكفالات مالية بعضة والبعض لا يزال في السجون فهذه الإزواجية بين طهران الفارسية التي تميز بين الإصفهان الفارسي والبختياري الغير فارسي والعربي غير الفارسي إلى أي حد يمكن للأقليات وغيرها أن تحتمل هذه العنصرية وهذه الطريقة في التعامل بعنف أمني واضح يعني أصبح واضحا للجميع يعني الآن بمباركة وبفضل الإنترنت والفضائيات والثورة التغنية والمعلوماتية حتى الذي قاعد بالهور في الحدود الإيرانية العراقية أيضا يتابع بدقة ما يجري في هذا المجال يعني فلهذا شاهدنا شاهدنا مظاهرات تموز في عربستان يعني عمت كل معظم معظم المدن والأغذية والغرى التي لم تعرف المظاهرات في حياتها لأنها أصبحت عطاشة الناس عطاشة يعني هذا كان هناك خمسة أنهر تجري في عربستان يعني كلها عملوا عليها سدود سدود عظيمة وكبيرة لحرمان أولا الشعب العربي في الأهواز من المياه وثانيا الشعب اللوري البختياري في منطقة الشار محال وبختياري والآن والأنكة في الأمر الآن أصبح النزاع بين الفرس أنفسهم يعني بين أصفهان ويزد وكرمان الأصفهانيين يقولون هذا المياه لنا وأهالي يزد يعني اللي خاتمي كان ينتمي إليهم وهو اللي وصلهم المياه في الواقع في عهده ورفسنجاني هو اللي وصل المياه إلى كرمان يعني مياه كارون راحت إلى ألف كيلومتر يعني في شرق إيران وفي وسط إيران فهؤلاء الآن هم نزاع بينهم بين أصفهان ويز وبين أصفهان وكرمان أشكرك جزيلا الكاتب والباحث في الشأن الإيراني يوسف عزيزي كنت معنا عبر سكايب من لندن ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة